السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الجزء الثاني من هذه الوحدة الثالثة من مقرر ميكانيكا الثنين والتي هي بعنوان الحركة الدورانية حيث رأينا في الجزء السابق كيف شرحنا نظام الإحداثيات الاستوانية بما هو النظام الأكثر ملاءمة لدراسة الحركة الدورانية وحددنا في ذلك الجزء الأول متجه الموضع الذي يمكن من تحديد موضع نقطة ما على الاستوانة طيب سنواصل مع الحركة الدورانية وسنهتم بالسرعة اللحظية والسرعة والتسارع اللحظي السرعة اللحظية يمكن استنتاجها من متجه الموضع الذي حددناه سابقا أو أم هو راو يو آر زائد زاد يو زاد المتجه المتجه الموضع أو أم بالنسبة للزمن إذن سنشتق بكل بساطة هذا المتجه راو يو آر زائد زاد يو زاد بالنسبة للزمن إذن V يساوي دي راو يو آر بالنسبة للزمن زائد دي زاد يو زاد بالنسبة للزمن وبالتالي سيكون المتجه V يساوي إذن هنا عندنا على شكل دالا ضرب دالا F ضرب G مثلا إذن مشتقل F في G زائد F في مشتقة G إذن قاعدة بسيطة راح نطبقها وبالتالي سيكون متجه السرعة V يساوي دي راو على دي تي في يو آر زائد راو في دي يو آر على دي تي بنفس الطريقة زاد في يو زاد مشتقها بالنسبة للزمن هو دي زاد على دي تي يو زاد زائد زاد دي يو زاد على دي تي وبالتالي سيكون V يساوي دي راو على دي تي يو آر زائد هنا راو دي يو آر سوف ندخل الزاوية ثيتا وتصبح هذه المشتقة دي يو آر على دي تيتا مضروب في دي تيتا على دي تي زائد دي زاد على دي تي في يو زاد المفروض هنا لو تحبوا هي زاد بنفس الطريقة دي يو زاد على دي تيتا مضروب في دي تيتا على دي زاد ولكن المحور زاد أو متجه الموضع يو زاد لا يتغير بالدوران تيتا إذن الجسم لما يدور حول المحور زاد سيظل المتجه زاد ثابت وبالتالي دي يو زاد بالنسبة لثيتا يساوي صفر إذن كل هذه القيمة تساوي صفر إذن خلينا نأكد على أنه مشتق يو آر بالنسبة لثيتا هو المتجه إذن دي يو آر بالنسبة للزاوية ثيتا ما هو إلا المتجه عفوا هو المتجه يو ثيتا هو المتجه يو ثيتا إذن سيصبح متجه السرعة اللحظية فيه يساوي راو دات إذن دي راو على دي تي نرمز لها براو دوت إذن هذه النقطة عفوا نستعيذ بها عن المشتقة دي على دي تي كرمز إذن وهذا يعني سنستعملها كثير في الشرح اللحق إذن في يساوي راو دوت في يو آر زائد راو في ثيتا دوت ضرب يو ثيتا زائد زاد دوت في يو زاد وهذا هو متجه السرعة اللحظية طيب بالنسبة للتسارع ما راح نطول فيه كثير بنفس الطريقة إذن A يساوي دي في على دي تي التسارع هو مشتق السرعة بالنسبة للزمن إذن A يساوي سنشتق السرعة اللي لقناها قبل شوي اللي هو المشتق أو عفوا المتجه V وسيكون V على شكل جمع ثلاث دوال إذن مشتق الدالة الأولى زائد مشتقة الدالة الثانية زائد مشتقة الدالة الثالثة بالنسبة للزمن بنفس الطريقة بنفس الطريقة إذن F ضرب G مشتقة الأولى في الثانية زائد الأولى في مشتقة الثانية نفس الشيء بالنسبة للذي يعني الباقي دي راو دات على دي تي هنا الراو دات اتفقنا إنها دي راو على دي تي إذن مشتقة المشتقة هي المشتقة من الرتبة الثانية إذن دي راو على دي تي ما هي إلا دي على دي تي دي راو على دي تي إذن عشان هيك رمزناها براو دابل دوت طيب خلينا نقول هنا إنه مشتق UR بالنسبة لثيتا هو UTH ولكن مشتق UTH بالنسبة لدي تي تي تا هو سالب UR إذن راح نلاقي إنه A يساوي راو دابل دوت UR زائد راو دوت ثيتا دوت UTH زائد راو دوت ثيتا دوت زائد راو دوت ثيتا دابل دوت كل هذا مضروب في متجه الوحدة UTH زائد راو ثيتا دوت تربيع في سالب UR زائد زائد دابل دوت في UZ إذا جمعنا كل مركبات متجه الوحدة UR وكل مركبات متجه الوحدة UTH و UZ راح نلاقي A يساوي راو دابل دوت ناقص راو في ثيتا دوت تربيع كل هذا في UR زائد ثنين جاية من هنا ومن هنا ثنين راو دوت ثيتا دوت زائد راو ثيتا دابل دوت UTH زائد زائد دابل دوت UZ وهذا هو التسارع اللحظي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته